معارك دارية تضرر حابل القوات الأوكرانية والروسية في أفضيفكا بالشرق أوكرانيا وتشر المعطيات الميدانية القادمة من هناك إلى إحراز القوات الروسية تقدما كبيرا في الموجهة الدائرة إذ أصبح سقوط المدينة في يد الجيش الروسي مسألة وقت فقط وشهدت الموجهات الدائرة للسيطرة على المدينة الصناعية الوقاعة على بود 20 كم شرق دونتسك في الأيام الأخيرة تصعودا ملفتا حيث نفذ الجيش الروسي عملية قصف مكثفة وتمكنت القوات الروسية من اختراق الدفاعات الأوكرانية لا سيما في الجهات الشمالية والجنوبية وساهمت عدة عوامل في تقدم الجيش الروسي من بينها نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية إضافة إلى الضغط العسكري الروسي المفروض على المدينة منذ أسابيع بات خطر السقوط أفضيفكا في أيدي الجيش الروسي وشيكا بسبب قوة الهجوم الروسي وتراجع الجيش الأوكراني في خطوط الدفاع من جانبها السلطات الأوكرانية تقر بصعوبة الوضع العسكري في المنطقة وأبرز متحدث عسكري أوكراني أن الوضع في أفضيفكا حرج للغاية وضع صعب إذن دفع الجيش الأوكراني لإرسال تعزيزات تعزيزات عسكرية جديدة لتفادي سقوط المدينة الوشيك وبسبب قوة العمليات العسكرية تطرح على طاولة الجيش الأوكراني احتمال تنفيذ انسحاب من هذه المدينة وتحمل السيطرة على أفضيفكا أهمية استراتيجية كبيرة للقوات الروسية إذ ستحرم القوات الأوكرانية من مواقع هامة لضرب خطوط إمداد الجيش الروسي كما ستعد مكسابا عسكريا كبيرا لجيش الروسي في الحرب المتواصلة منذ سنتين شكرا